نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشرف ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ودهن الورد والعود تشرف ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بغسل الكعبة المشرفة من الداخل ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بماء زمزم وذلك جريا على العادة السنوية عقب ذلك طاف المستشار بالبيت العتيق ثم أدى ركعته الطواف شارك أمير المنطقة في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدون لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام ورؤساء الدوائر الحكومية وجمع من المواطنين وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة تسلم أمير مكة المكرمة هدية تذكارية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة إلى ذلك دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين معرض الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة المشرفة الذي نظمته الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يذكروا أن غسيل الكعبة المشرفة سنة نبوية كريمة تتم مرتين في العام الأولى في شهر محرم والثانية في غرة شهر شعبان من كل عام في حين يتم تغيير كسوة الكعبة المكرمة مرة واحدة سنويا يوم وقفة عرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر